هنحل مع بعض Problem Solving C14 وزي ما تعودنا ننزل تحت كده نشوف Sample Input والSample Output هنلاقي هنا أول سطر فيه شوية كلام وبعدين رقم ثلاثة بعد كده فيه ثلاث سطور السطر الأول فيه واحد السطر الثاني اثنين وبعدين ثلاثة وبعدين فيه أرقام مختلفة مش بالترتيب يعني واحد اثنين ثلاثة ده بالترتيب فواضح ان الثلاثة ده معناها ثلاث سطور هنا لكن الخمسة والسبعة والاربعة دول مش بترتيب فواضح ان دول أرقام اليوزر مدخلهم بعد كده فيه هنا سطر وفيه رقم 16 من غير معرف انجليزي انا هبص على الأرقام دي طبيعي خمسة وسبعة اتناشر واربعة ستاشر فواضح ان هنا بيجمع الكلام ده طبعا لو انا عارف انجليزي او انا ترجمت هلاقي الموضوع واضح اكتر ان هو هنا بيقول لي دخل عدد الموظفين فكتبت ثلاثة اللي يدخل التصص اللي عملها الموظف الاولاني المهام اللي عملها الموظف الاولاني كانت خمس مهام واللي عملها التاني سبعة واللي عملها التالت كان اربعة وبعين بيقول لي total المهام اللي عملها كل الموظفين مع بعض كانوا 16 طبعا ده اخدناه قبل كده وعملناه قبل كده لكن المراضي هو في درس الفونكشن وده معناه ان انا لازم احل الكود المراضي بالفونكشن طيب انا مش انا اللي كاتب الكود ده لو انا كاتبه مش هيبقى بالشكل ده هو هنا بسيط قوي قوي بس مش مهم يعني مهم هنفهم منه حاجة في الفنكشن طيب احنا هنبدأ بالمين عادي زي اي بروجرام بنكتبه المين بيقول ايه بيقول هنا عمل فاريا بالاسمه employees اللي هو عدد الموظفين وبعدين employee tasks اللي هو عدد التاسكس اللي عملها كل موظف وبعدين هنا total tasks اللي هو مجموع الكلي لكل التاسكات اللي اتعملت وهنا ده معمول بزيرو عشان لسه ما جمعتش عليه حاجة طيب اول حاجة بعمل لها سكان عدد الموظفين وبعد كده بعمل فارلوب من زيرو لحد الموظفين زي ما انت فانا لو انا حكتب الكود انا شخصيا مش هعمل كده انا هعمل هنا واحد وهقول i اصغر من او تساوي عدد الموظفين عشان هو هنا بيعد من واحد لحد ثلاثة فانا ليه اعملها من صفر وبعدين لما اجي اطبع اعملها plus one وهنا جيد بقى دخل عدد التاسكس اللي عملها الموظف الاولاني فكاتب i plus one فانا شخصيا ما بحبش الموضوع ده طبعا ما فيش حاجة غلط وحاجة صح ده style في الاخر لو انت مبسوط بالstyle ده خلاص اللي بيعمل كده بيعمل كده عشان هو متعود ان الكمبيتر بيعد من زيرو لكن في الاخر انا المبرمج انا اللي ممكن اتحكم في الحاجة دي لو انا الرأي غصب عني هعملها بزيرو لكن لو انا فور عادي مش محتاج ان انا ابدأها بزيرو طيب فهدخل هكتب الجملة دي على الشاشة وبعدين اليوزر هيكتب رقم هنا بقى هيجي دور الفونكشن الرقم ده هعمل في ايه احنا عارفين ان total tasks بيساوي زيرو تمام فانا عايز اجمع ال total tasks دي اعملها plus equal الرقم الي اليوزر هيدخله طيب هنا هو بدل ما يعمل plus equal عمل ايه عمل total tasks equal وعمل فونكشن اسمها add tasks add tasks يعني بيجمع بس بيجمع ايه بقى بيجمع total tasks اللي هي اصلا زيرو وقمى وبيجمع الرقم اليوزر دخله اللي هو المفروض عندنا هنا اول رقم خالص اللي هو خمسة طيب الكمبيتر بيتصرف ازاي لما يلاقي add tasks ده اسم function وليها رقمين الرقم الاولاني بصفر والرقم التاني بخمسة زي باتفاقنا هنا الرقم الاولاني هو خمسة صفر وخمسة فadd tasks الكمبيتر automatic هيطلع فوق هنا عند كلمة add tasks وبعدين يحط هنا التوتل اللي هو اصف ويحط هنا الخمسة ويدخل جوه حيلاقي كلمة return ده كويس ان احنا نفهم return اكتر حلاقي هنا return return ايه return zero plus خمسة يعني مع بعض كام يعني مع بعض خمسة هيعمل return طب ال return دي هتعمل ايه هترجع تاني لنفس المكان اللي السطر ده موجود فيه وتشيل كل الكلام اللي موجود ده وتحط رقم خمسة يبقى total tasks equal خمسة طيب هنعرفها تاني في اللفة التانية total tasks دلوقتي فيه خمسة اللفة التانية اليوزر هيدخل رقم سبعة طيب total tasks فيه خمسة والemployee tasks فيه سبعة هنا السطر ده مكتوب ايه مكتوب add tasks هيحط هنا في الاولاني خمسة وفي التاني سبعة طيب add tasks ده function طالما هي function انا لازم اطلع فوق عنده فهطلع هنا في function هحط هنا الخمسة وهنا السبعة وحدخل جوه عند ال return هيحط خمسة للسبعة اللي هو اتناشر وهيعمل لهم return يبقى هيرترن رقم اتناشر ال return ده هيرجع فين؟ هيرجع في نفس المكان اللي كان فيه اسم ال function يبقى حلغي السطر ده كله وحط مكانه رقم اتناشر وحط ال اتناشر جوه total tasks يبقى total tasks دلوقتي فيه اتناشر وبعدين هدخل على اللفة التالتة اللفة التالتة هلاقي اليوزر فوق هنا كاتب اربعة فهيطبع على الشاشة دخل عدد ال tasks وبعدين يسكان الاربعة وبعدين يدخل يلاقي add tasks ومرة هنا فيه اتناشر وهنا فيه اربعة هيعمل ايه؟ هينطالع فوق عند add tasks ويحط هنا اتناشر وهنا اربعة وبعدين يدخل جوه يجمع اتناشر على اربعة اللي هما 16 ويعمل لهم return return الفين return النفس المكان ده مشهي الكل ده ويحط مكانهم 16 وتحط ال 16 في total tasks بعد كده هيطلع برا الفور عشان خلاص عدينا التلتة اللفة وحيطبع total tasks هنا 16